اقتصاد دول أمريكا اللاتينية يتحسن بوتيرة لافتة هذا ما تبينه أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي عمدت أكثر من دولة إلى خفض أسعار الفائدة النصر في الحرب على التضخم في دول أمريكا اللاتينية عنوان المرحلة الحالية هذا ما كشفته صحيفة Financial Times بالتوازي مع ما تعانيه الاقتصادات الغربية من التضخم وتداعياته فيما تجني الدول اللاتينية فائدة التحرك بوتيرة أسرع من دول مجموعة السبع لمحاربة التضخم ولعل نموذج البرازيل التي تناولته الصحيفة خير مثال على التعافي المتواصل للدول اللاتينية الذي تتجه إلى خفض أسعار الفائدة على نحو تدرجي الخطوة البرازيلية كانت قد سبقتها تشيلي التي انتهجت سياسة خفض الفائدة بعد جائحة كورونا مما خفض من تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية كاملة خبراء اقتصاديون أشادوا بثبات البنوك المركزية اللاتينية في معركتهم ضد التضخم حيث ميزوا أنفسهم من خلال الانضباط والاستقلالية والالتزام والتواصل الواضح وأعطت السياسة النقدية في البلدان المستهدفة للتضخم كاتشيلي وبرو وكولومبيا والبرازيل درسا للعالم ونموذجا اقتصاديا يأتي ذلك في وقت عكس تخفيض التصنيف الاقتماني للولايات المتحدة بحسب وكالة فتش التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وعبء الدين الحكومي المرتفع والمتصاعد مقارنة بدول أمريكا اللاتينية